موسيقى زيكي النهوردة نحن نكمل الكلام من مبارح كلمنا مبارحنا المجموعات التانية النهوردة المجموعات الاولى طبعا عندنا منتخب مصر فيها ونحن لازم ناخد البصولة دي ان شاء الله خلينا نتكلم الأول عن منتخب مصر منتخب مصر الفترة جد فيه ناس بتتكلم كتير ان احنا دلوقتي خلينا صراحة بنتكلم منتخب محمد صلاح تفتج المنتخب مصر هينافس فعلا في البطولة ديت ولا فيها اسماء تقيلة زي لسا بكنا بنقول المغرب وفرقة تانية كتير ممكن تكون بتنافس منتخب مصر منتخب مصر هيقدر ان احنا ناخد البطولة ديت عشان موجودة في ارضنا ولا عشان احنا فعلا فريق تقيلة ونستهل ناخدها منتخب مصر هينافس عشان محمد صلاح يعني محمد صلاح يعني نرجع لمنتخب محمد صلاح محمد صلاح هو عظم نجم في تاريخ الكرة المصرية يعني شيئنا ما بينه الناس ممكن الناس بتحب ممكن عاطفياً بتحب العيبين أخرين عدوا على تاريخ مصر محمد أبوتريت أو محمود الخطيب أو آن كان الاسم يعني أو حتى حسين حسن طبعاً لكن محمد صلاح وصل لدرجة من النجومية وقيمة في الملعب أعلى من أي لعيب تاني في تاريخ مصر محمد صلاح يقدر يقدر يشد المنتخب يقدر يصنع الفارق أنا مش شايف ده حاجة عيبة أو حاجة وحشة منتخبات كتير صنع في الفارق بسبب وجود نجم أوحد في منتخب في المشكلة في كده منتخبات كتير احنا رابطنا بلاعب واحد بعينه ممكن حالياً في جيلنا الحالي البرتغال بس ده مش دقيق قوي لأن برتغال فيها لعبين تانيين كويسين لكن تاريخياً في حصل منتخبات مربوطة بنجم واحد مش عايزة أقول مثلاً حاجة عشان ما تبقاش مقارنة صعبة شوية بس مثلاً مرضونا 86 ناس فاكرة لأرجنتين بالمنتخب ده وخات كاس العيد فمش عايب إنه يبقى المنتخب بواقف على لعيب واحد مش واقف بس اللعيب اللي بيصنع الفارق واللي بيقدم الإضافة واللي بيشكل خطورة الأكبر على المنتخبات التانية واللي ممكن يعمل اللي أغلب زمائل المشاهدين ويعملوه هو محمد صلاح فبالتالي أنا شايف إن منتخب مصري مرشح عشان محمد صلاح فيه طب اللي يام اللي فاتت كان فيه بعد ما التشكيلة التغبط انت عارف كان كلام كتير جداً حتى من عندكو في الجول وكل الويب سايت التانية فيه كلام كتير جداً عن إحنا لأ مش دي التشكيلة اللي احنا مستنينا وفيه لعيبة كتير قوي تظلمت إنها ما اتخذتش طبعاً ده كلام النقاط كلها مش كلامنا طيب إنت شايف إن لأ الفترة الجاية ممكن أجري ياخد ناس تانية ولا الناس اللي موجودة دي كفاية جداً على المنتخب هو خلاص هو كده كده خلاص البابل قد أفل هو كان آخرهم يوم 11 تسليم القوائم كلها كل المنتخبات الأفريقية سلمت قايمتها النايال كسوقهم يوم 11 فكده كده خلاص هو اللعيبة الـ 23 اللي معاه كان مختار في الأول 25 اللعب اللعيبة الأولية استبيد اثنين محمد أبو جبل وأبو فتوح فخلاص فاضل معها 23 اللعيب هم دول اللي هيلعب بيهم أي قايمة في العالم بتتعلم لأي منتخف في أي بطولة بيباثيها انتقادات بيبي في ناس بتطلع بتقول لي مختارش فلان ليه اختار فلان ليه سواء صحفيين سواء جمهور مفيش أي قايمة من ساعة ما أنا وقيت على الكورة شفتها في أي دولة أخدت إجماع 100% فده شيء طبيعي ان يبقى في انتقادات ولكن الانتقادات دي بتبقى صورتها ايه او شكلها ايه او ايه او ايه علامة الاستفهام نسبة لي أنا مثلا اجيري مدرب هجومي مدرب بيحب عكس هيكتور كوبر ابتور كوبر كان بيوقف في الأطراف كان بيحب مثلا احمد فتحي على احمد محمدي عشان فتحي بيعرف يسبط ورع في مركز ظاهيري الايمن وبيعرف في دفع كويس وبيعرف فيه في الكويس اجيري لا اجيري بيحب طاير الازيرة بيحب يهاجم كتير فانت كمدرب بالعقلية دي ليه تفضل انك تختار في مركز ظاهيري الايصر مثلا اتنين اللي هما ايمن اشرف وا احمد ايمن عنصور اللي هما بيقادوا في المركز ده ولكن هما اغلى بالموسم ما عندي ايتهم بيلعبوا في مركز قلب الدفاع اللي هو نمرأ واحد مركز مختلف نمرأ اتنين لما هما يلعبوا في مركز زباك الشمال مش هيبه هجوميين زي ما انت طالبين بينما عندك ظاهير هجومي ممتاز جدا ومن زوار الدوري المصري الثانية اللي هو عبدالله جمعة وده اكتر حد الاسم اللي كان اللي بيت طرف هي مش المشكلة في استبعاد عبدالله جمعة من وجهة نظري المشكلة في استبعاد لايه على اسلوب اجيري ولايه على الطريقة اللي هو يعني هو بيوصف فيه ناس بتقول هيلعب عمر جابر بك شمال هو لما اتكلم وقال الظاهير بالنسبة له يقول بحب الظاهير يبقى يلعب بالرجل اللي هو عناحيتها يعني لو الشمال يلعب بالرجل والشمال او يمين يلعب بالرجل يمين عشان ينطلق عشان يرفع عشان فده اللي ينطبق على عمر جابر فبالتالي هو مش هيلعب عمر جابر ولاعب عمر جابر يبقى ده مخالف لمعتقداته دي مشكلة تانية بانتشق في شكل المنتخب هيبقى رايح ازاي يعني هنبقى فكرة زي ما كنا بنتكلم الاعتماد على محمود صلاح بس ولا هتبقى تشكيل كلها رايح يعني خلينا نقول في كل الاماكن هتبقى رايح لا فيه المدافعين معتمد عليه وفيه خط وسط معتمد عليه فيه هجوم معتمد عليه ولا هتبقى رايحة شوية برضو ادي كرة لصلاحه ممكن وجود لعب شخصية عبدالله الصعيد في الملعب ممكن يخلق حلول تانية ممكن يساعد صلاح عبدالله قد مستوى ممتاز جدا في الدوري مصري بعد ما رجع لبيراميدز ممكن يكون معدل جاريه اقل ممكن يكون مجهوده اقل ممكن يكون ما بيلمس الكرة كتير زي ما كان بيلمسها زمان لكن لمسته وشخصيته في الملعب هتبقى مؤسرة ممكن دونجا لو خدد فرصة لعب بيراميدز برضو دونجا معندوش خبرة دولية لكن حاسين ان هو لعيب وسط مختلف عن بعي لعيب الوسط اللي موجودة في الدوري المصري بيشوت من بعيد كرته كويسة الاسطايل ده ماباش موجود كتير طبعا الاولوية هتلافط الوسط للنيني وطاري حامد بحكم خبرتهم حكم ان هم بيلعبوا باستمرارية من وقت كوبر والحد دلوقتي حتى فالماتشاط اللي فات مع جيري كان هم اللي بيلعبوا لكن دونجا لو شارك هيبقى اضافة كويسة جدا نستفيد من معنويات محمد صلاح مرتفع الفوز بدور اقتل الربا نستفيد من معنويات احمد المحمدي المرتفع بعد ما قاد استون فيلا للتاهوز للسعود للدوري انجليزي نستفيد من معنويات ريزجي بعد ما عمل موسم رهيب مع قاسم باشا وبقى رايب ان هو ينتقل الفريق كبير لسه مش عارفين هلا يروح فرنسا في ليون اسمه مربوط بليون اسمه مربوط جالتا سرايف في توركيا فايم كان ان هو هياخد نالة كبيرة ده كده شي احنا متأكد منه في الفترة الجاية يعني فلا انا شايف المنتخب محتى ممكن صلاح يصنع الفريق لكن لا فيه اكيد فيه اسمات تانية ممكن تبقى مؤسرة طبعا احمد حجازي احمد حجازي ركيزة اساسية كبيرة جدا وواحد من احسن مدفعين اللي انا شفتهم في حياتي بصراحة في مصر امكانياته ممتازة جدا ومكن هو يستحقق يلعب في مكان احسن بكتير من موسط بونشقالبيون احسن بكتير من القسم التاني في انجلترا فلا المنتخب فيه اسمات كويسة طبعا يعني لما بنقول المنتخب صلاح مش بنظلم بايل اسمات ومش بنيجي عليه اي اي لا ممكن يصنع الفريق بس محمد صلاح هو وجهة المنتخب هو اسبت ده اسبت ده افتر من المر اسبت ده مرات كتير كان دايما حاضر وكان دايما في المعاية ان شاء الله بإذن الله بالتوفيلي المنتخب بإذن الله استذنك بس معيان في جراف كده صغير عرفنا شوية معلومات عن المنتخب نشوفه نرجع نكمل كلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تاريخ كاسبج أفركية من أول لآخر دورة. منتخب مصر دايما كان مهيمن. منتخب مصر هو أكثر منتخب طو كبير بطولة سبعة مرات. منتخب مصر هو أكثر منتخبات تسجيلاً لها داف تاريخ البطولة. منتخبات ا affinity تاريخ البطولة. أكثر منتخبات حسب للقا في تاريخ البطولة. منتخب مصر أركامه بتتكلم عنه. لأي وقارن بأي منتخب تاني في كاسبه أفركية. فكاسة ومفرقية هي لعبة منتخب مصر ان شاء الله المرة دي كمان ناخدها بإذن الله نستاذي نكون راح نشوف انفو جراف ونراجع نكمل الكم اشتركوا في القناة فريق معنا النهاردة في المجموعة الكنغو الكنغو تفتكر انها تبقى منافسة او ناد عنيد لمنتخب مصر ولا هنقدر نشوفه مثلا في المركز التاني او في التالت او في الرابع يعني فين في المجموعة ده هو من ضمن الاربع فرق او التالت فرق اللي مع مصر في المجموعة المنتخب الكنغو الديمقراطية هو المنتخب اللي ليه مع العمح او اللي احنا عندنا عنه صورة او فكرة حصد المركز التالت في كاس بوم 2015 يعني لسه من وقت قريب منتخب ليه تاريخ طويل جدا ممكن هو فيه مفارقة ان المدرب بتاعه ابنجي لها مدرب فيتا كلوب يعني هو بيدارب فيتا كلوب والمنتخب الكنغو من 2014 بالتوازي وليه تصريح في 2017 طوله وكان بيقول انا بنامشي بعده تالس سنين وما اخدش اجازات وهيجي سكتة دماغية فالراجل تحت ضغوط رهيبة جدا كان قريب من الرحيل عن الكنغو بعد ودعهم من ربع نهاية 2017 اللي هي نسخة الاخيرة الناس مع انهم خرجوا قدام غانا هو خرج وابخ الناس قالوا احنا ما خرج مشهور منه قدام منتخب ضعيف احنا خرجنا قدام منتخب غانا بس هو رفع طموحات الناس ورفع سقف طموحات لدرجة لدرجة من الناس بيت دايئا منتخب تكونوا وخرج من غيانا ماكفل وبعدين بعديها ما تقهلش لكاسة العالم كان معه فانجموات تونس وكان قريب كان قريب على تفاصيل صغيرة شوية ان هو يتقاهل لكن ما اسعفهش في الموضوع ومنتخب الكنغو منتخب يظل منتخب كويس وفيه ندية بينهم والمنتخب مصري يعني ودايما يعني في 2006 لما استضافنا بطولة عابلنا في روبعين نهاية وكسبنا اربعة واحد كان معهم كلود دوروال هو اعظم مدارف تاريخ اسفهم تقريبا ومنحس للحضور والزهور مش بالمتاج كونو حقايت علينا فوز شهير جدا في نسخة اربعة وسبعين كنا لسه خارجين من الحرب واستضافنا البطولة في مصر وكان منتخب مدجج كان فيه عالي ابو جريشة والشازلي وحسن شهاتة وفاروج عفر وطاب بصري وحمود الخطيب مصطفى عبد المنتخب تيل جدا وخرجنا في نص نهاية قدام زائر كان اسمها زائر ساعتها قبل ما تبقى كونو الديمقراطية كنا كاسبانية 2-0 وهما قد أبو المعتش علينا بس منتخب تكونو النسخة دي فيه حاجة غريبة ادارية فيه مشكلة ادارية عندهم فيه ثلاث لعيب استبعدوا من الايمة لأسباب غير فنية لفشل اداري اتنين اللي هما طبعا واحد احنا عارفينه كويس جدا كاسونو كابونجو اللعب الزمالك المعارضة الواحدة السعودي والعيب تاني في المزهين باسمه جاك سوموليكا كان الاتنين دول ما خدوش الفيزا والتأشيرة اللي تخليهم يسافروا اسبانيا للمعسكر اهدادي اللي قبل البطولة بالتالي ما كانوش موجودين مع المنتخب طول الفترة هما كانوا في الايمة الاولية اسموه متقال في الايمة الاولية لكن ما عرفوش يسافروا انضام المعسكر في الاندلس وما سافروش فبالتالي المدارب الطري يستبعدهم لانه ما مش موجودين طول فترة اعداد اللعب الثالث جيانيلي امبولا بيلعب في راي فيكانو هو لعب مولود في بلجيكا بالسفر هاجر فرنسا فابوه امه من الكنغو وهو مؤخرا اختار ان هو يلعب للكونغو من حوالي شهر بس الاجراءات ما تمتش بسرعة الاتحاد الكنغولي ما تحركش بشكل سريع بالتالي ما نحقوش ياخدو الموافقة من الاتحاد الدولي الكورت القدم عشان امبولا يبقى موجود مع المبولا لعب ممتاز جدا اشوال لايجوست كان هيصنع الفارق حتى هو كان متأسر جدا لما عارف ان هو مش هيل حيبقى موجود مع المنتخب ويستبعد لأسباب دارية واتمنى التوفيل للزاملات وطبعا بس دي ثلاث غيابات تحط علامة التفاهم شوية على العمل اداري في منتخل القنوة غريبة شوية غريبة شوية عندهم نجمة طبعا مشهور كان دوري انجليزي يعني جولاسي لاب في ايفرتون فالناس عرفها موساط بس مفروض ان هو يلحل بطولة عندهم لعيب اسمه سيدري باكمبو مهاجم بيلعف الصين بس هو كان حق نجاحات كويسة مع فيا ريال في الدوري اسباني وهو عمل اسم ليه بس الصين بتشفط كل اللعيبة يعني فمنتخب لسه فيه اسمات تانية كويسة تيه مسواك والباك الشمال بتاع وست هامي نايتل فيه اسمها كويسة ومع مدرب هم مستقرين معهم كذا سنة لأ منتخب كونو ممكن يبقى منتخب خطير يعني انا شايف ان احنا لازم نحظر منه طيب تالي الفريق معنا على النهار ده اوغاني نقدر نضمن التلات نوعات ولا دايما لازم نقعد نتكلام في نقطة لما بيبقى المنتخب داخل وعمل حساب وان انا مش موجود ومفيش حد مصنفني ومفيش حد مستني مني حاجة فده يتخاف منه اكتر من الفريق تيه اوغان ده مكتوبة لنا طلعناها في البخت يعني اوغان ده لعبناها في البطوعة اللي فاتت كانت معنا في دور المجموعات كسبناها في اخر دي جول عبدالله السعيد كان ماتش صعب جدا وماتش ده وما كسبناهوش ما كناش عارفين يعني احنا وصلنا النهاية بس الماتش ده كان نقطة التحول اللي كنا هنبقى تاني يتعدل على التوالي اوغان ده لعبناها في تصفات كاس العالم 2018 مرتين وكسبتنا يعني كسبتنا هناك وقزمت موقفنا مؤقتا لحد بحنا كسبناها تاني بصحوب عندنا ففي ثلاث مبارات في ظهر في سنتين تقريبا كلهم خلص واحد سفر سواء اتنين ماتشين لينا ماتش ليهم واضح ان هو منتخب غاليس بالنسبة لنا واضح ان هو منتخب هيعمل ازمة منتخب ده اكسبنا خمسة واحد مرة سنة خمسة وستين من زمن قوي طبعا بس بس هي هو هم هم انتصارين واحدين في تاريخه للاوغندا على مصر من ضمن اكتر من اشير مبارات لعبناهم هم انتصارين هو انتصار الخمسة واحد وانتصار واحد سفر مؤخرا بس منتخب عنده لعبته ممكن تقولي نفسها اه احنا نقدر احنا اكسبنا منتخب مصر وراي ولعب ما لعبنا مصر على ارضها خسرنا بصعوبة بالغة كانت تقولنا حمد صلاح ولما لعبنا مصر في كاس الأمم فمنتخب عنده حاجة يستند عليه عنده شي معين ممكن اللعبات تتحرك من خلاله طب اخر بحاجة معنا النهاردة زنبابوي زنبابوي نفس فكرة اوغندا مش عارفين برضو ان احنا نقول له ادي ثلاث نقط مضمونة والله برضو نرجع نتكلم ان هو هتبقى في ضغط علينا منه من زنبابوي زي ما في ضغط علينا من اوغندا ما فيش حاجة مضمونة زنبابوي اتعدت مع نيجيريا من كام يوم في ماتش ودي في نيجيريا اتعد له 0-0 ونيجيريا منتخب تقيل جدا وكمان زنبابوي كانت بتلعب الماتش ده من غير عناصر اساسية ليه لان زنبابوي عملت حاجة غريبة شوائية في استعدادتها لكاس الأمم اسموا المنتخب مصرين هم عندهم بطولة اسمها كفاسة جنوب افريقيا وغرب افريقيا دول جنوب افريقيا وغرب افريقيا بتتنفس فيها زي جنوب افريقيا والزانبيا والليسوتو المهم ان هم اسموا المنتخب فيه منتخب راح لها في البطولة دي وخد مركز ثالث وتاني يوم كان عندهم برضو مكش ودي مع نيجيريا المستاني المنتخب كان موجود فيه بس طبعا التركيز الاساسي او المعسكر الرئيسي هو اللي كان بيلاعي نيجيريا يعني فنتيجة مبارات نيجيريا ممكن تكون هتفتح لنا كده حاجة في دماغا ان نخلوا بالكم من المنتخب ده مهم من المنتخبات الضعيفة اللي هتلعيبها قبل البطولة تحقق نتائج إجابية حيث ان ما تبقاش داخل سارح قوي تبقى داخل في حاجة عاملالك لامبان او ورد كده عشان تاخد بالك ان المنتخب ده ممكن في حاجة عنده في حاجة كويسة ممكن يقدم فانا شايف ان احنا مفروض نستفيد من تعالوات زينبابوي نيجيريا الوقت دي ونبني عليه ونشوف شوفت كابتن هاني رامزي المسعد مدرف انتك مصر بيتكلم من كام يوم قال ان احنا تفرجنا على زينبابوي كتير وعدد نواط قوتهم وعدد اسلوب لها بهم فاكيد طبعا جاز الفان المنتخب مصر متفرج وعنده فيديوهات وعنده شايف ومتشاط وتفرج على كل مشارات تصفيات ده اكيد لكن كورت القدم ما تتوقعش في اي حاجة متوقع كلينا هنطلع لغاية النهائي اه انا شايف المنتخب مصر على الاقل في نص النهائي على الاقل يعني ده اتوقع الشخص ان شاء الله بازنا بتوفير منتخب مصر ان شاء الله شكرا جدا على وقتك شكرا انا كنتم نهاردة ربنا خليك شكرا جدا شكرا جدا ودي كانت حالاتنا نهاردة اشوفكو على خير ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى